أعلنت وزارة الصحة زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لأربعة وثلاثين بدلا من ثلاثين مركزا وذلك بجميع محافظات الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديث الولادة وعشرت الوزارة إلى أن المبادرة قدمت خدمات الفحص السمعي لأربعة ملايين ومائتين وثلاثة وستين ألف طفل من بينهم تسعة آلاف وخمسين طفلا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر وأوضحت أنه تم تحويل أربعمائة وستة وستين ألفا ومائتين وواحد واربعين طفلا من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم لأعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي بعد أسبوع من الفحص الأول بالإضافة إلى الاختبار الثاني بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تستدعي حالته